الزمالك والإسماعيلي النهاردة الزمالك فاز بالمباراة وعمر السعيد سجل هدف أول منازل وبدون مسألك الأول أقول لي بشكل عام شفت الزمالك النهاردة إزاي شفت الإسماعيلي عدة إزاي يعني الزمالك أفضل إلى حد ما من مباراة اه اتحسن إلى حد ما بس يمكن الشوطة الأولانية الكريمة أنا شايف اللعبة يعني الراجل الوقت غير طريقة لعبة بقى 3-4-3 الزمالك كان عنده مشكلة الشوطة الأولانية اللي انت ما بتلعب 3 المفروض اللي عندك الطرفين اللي هو في 4 هما الباكين يعني حازم إمامو عبدالله جمعة الطبيعة ما بتلعب 3 الباكين دول ما بقش باكين الباكين دول بيقوم أفض قدام دي كانت مشكلة في الناس زمالك اللي انت التلاتة بلعبه والباكين وقفين جنبيهم كأنك بتلعب 5 وراء دي كانت عاملة مشكلة وبالعكس إما انت حتى بتلعب كده لمفروض الطرفين اللي هما الشوطة الأولانية كانت مشكلة في النادي الزمالك اللي التلاتة التلاتة الديفندرز كانوا موجودين اللي هما محمود علاء وعبدالغاني والوينشي واقفين والباكين واقفين وزيز وأشرف في إن شاء الله بينزلوا يجيبوا الكرة فما كانش في فعالية هجومية النادي الزمالك خالص والنادي الإسماعيلي بيلعب النهاردة بتلاتة فلات في نصف الملعب يمكن بيلعب بعمر الوحش وكان جنبيه عماد فتحي وكان التالت مش فاكر ميم في نصف الملعب با كان عمر الوحش بسهواجل بيلعب بتلاتة فلاتة او واللي هو بتاع اللي كان في الانتاج مش فاكر اسمه او ايه يعني امهم يعني كان بيلعب بتلاتة الفلات في نصف الملعب فالطبيعي للإسماعيلي كله تحت الكرة فده كان برضو عامل مشكلة النادي الزمالك زي ما قلت لك اللي انت النهاردة ما بتلعب فرقة تحت الكرة وانت بتلعب بمفروض بتلاتة اربعة تلاتة مفروض انت بتشغل من على الجناب كتير النتزة مالك كان متعطلين كان الجمب بتاع أشرف بن شرقي اللي تعاملت من عبدالله جمعة لأشرف بن شرقي عشان عبدالله بدأ ياخدها كريم من قدام زي ما يقولون شوت التاني لأداء اتحسن مع نزول أوناجم اللي أوناجم أصلا وينج فعنده الحتة دي اللي هو عنده ياخد الخط بشكل بشكل إيجابي والنهاردة خلي بالك التغييرات خلي بالك كانت موفقة بس في نفس الوقت الناس استغربت يعني يخلي بالك ولحظة تغيير أشرف بن شرقي وأوباما يعني أشرف بن شرقي النهاردة لحد ما كان كويس ما كانش بال يعني بدأ يجاب جون وإديها 60 فالراجل غيره بعد التغيير على طول عمر السعيد نزل أول كرة لي جابت جون فدي برضه احتسبت يعني يقولك ايه تغييرا مسمرة وتغييرا كويس لكن في المجمل أداء نادي زي ما لك النهاردة لحد ما اتحسن لكن برضه محتاجين شغل على ثلاثة اربعة ثلاثة كتير الاسماعيلي يعني أنا شايف النهاردة إلى حد بمشهود التاني بعد ما دخل فيهم الجنين حاولوا لكن ما فيش خطورة فعالية أو خطورة بشكل كبير على مرمونات زي مالك أنا شايف الاسماعيلي محتاج سنتر فرودة كريم يعني أنا شايف الشامي من وعية اللعيبة اللي بيجري كتير وبيوصل لكن ما عندوش الحتة أو ما عندوش السنس اللي هو النهاردة جات له اتنين ثلاثة اربعة كور ممكن يلعب جنيح ممكن يلعب مراجم تاني بالزبط يعني النهاردة لو فيه هدوء في الكور دي كان ممكن لكن فيه عصبية وفيه عارف اللي هو عايز يخش هو فيها صح لكن شكل النادي الاسماعيلي عن المباراة اللي هي قبل الكدومة لكابتن حمزة الجمل ده أنا شايف الاسماعيلي تحس النهاردة برضه الفرقة متماسكة لحد ما لكن برضه أنا شايف نازة ملك النهاردة زي ما بقول لك الأداء كان أفضل ويستحق الفوز النهاردة طيب عايز سألك على حاجة كنت أتكلم معنا قبل ما أنت تدخل معايا محمد أبو جبل محمد عوض رأيك إيه أنه محمد أبو جبل يرجع يشارك في مكان محمد عوض بص يا كريم هو القصة دي يعني هي لها رأيين فوقت نظر أنا عايز أسمع رأيك بص هو أنا لو أنت يا مدرب عشان تخلي الحارس المتقالك يكمل عشان خاصة أن محمد عوض متقالك في الفترة الأخيرة ولا تلاعب حارس عشان طبعا أقول لك أنا رأيي مختلف شوية طب تفضل وناس كلها النهاردة قالت اللي عشان هو راح المنتخب فلازم يلعب طب أنا بفوجة نظري اللي لو قايمة ما كانتش أعلنت وحد يكلمهم قال لهم مثلا عوادي أبو جبل يبقى موجود ويلعب زي ما حصل خلي بالك في الأمم الأفراقية أبو جبل حيروح للمنتخب فخلي بالك عواد كان ماشي كويس جدا الفترة دي فكالترون راح مدي أبو جبل آخر ماتش قبل التوقف اللي كسبنا فيه تقريبا محل الأربعة ورح المنتخب هي أنا بفوجة نظري لأ أنا شايف اللي كنت لازم تكمل بعواد اللي هو الراجل ماشي بشكل كويس وفي نفس الوقت اللي أسماء المنتخب نزلت فخلاص أبو جبل أوريدي في المنتخب في منتخب مصر فخلاص يعني انت النهاردة لو ما كنتش أعلنت وفي بشاير أو كلام اللي أبو جبل حيروح فكنا ممكن نقول استثناء اللي ممكن يلعق بيخد مطش عشان يبقى يعني يروح المنتخب محاكبت الأمين على كلامك ده عشان بس أكمل لك كلامك أنا لو محمد عواد أنا هو محمد عواد وأنت محمد أبو جبل أنت بيتحرك قاعد دكة وأنا بلعب أساسي والمنتخب هيجي يختار طب ما يختار الحريس اللي رفل في المنطقة طب أخو محمد عواد يحنا اللي يعملين ده مش تايلة من محمد أبو جبل أنت بتكلم صح أنت بتكلم صح يعني النهاردة راجل 3-4 مطشط ماشي كويس صدد هو المصعد نادز ملك نهائي طب ما هو الراجل خلي بالك ما هو الجنة يا كريم في الأول وآخر هو جنة الواحد اللي بيلعب انت فاهم قصدي؟ وبعدين في نادي الزمالك أو نادي الأهلي الجنة اللي بيلعب بيلعب بلعب بشكل كبير فخلاص النهاردة الثاني خده وشغال كويس وكل حاجة طب ما أخده المنتخب إلي المشكلة انت فاهم قصدي؟ عشان بس إنه اللي اتنين كمان يحسوا بالعداد واللي في الأول والآخر يعني ما احترامي اللي الشنة هو معروف اللي رقم واحد الشنة هو في المنتخب فكده كده انت اللي اعتخده هيبقى رقم اتنين أو رقم ثلاثة انت تفهم قصدي؟ فأنا فوجة نظر الناس كلها يعني أنا سمعت النهاردة قراء كتير ولأ عشان أبقاب لأ أنا فوجة نظري اللي عواد كان لازم يكمل ويلعب واللي هو برضو في الأول والآخر هو نفسيا أنا شغال كويس وكل حاجة طب ما هكمل وفي الأول والآخر الثاني برضو اللي هو الزميلي هو كده كده راح المنتخب بسرعة اللي أنا مستغرب له مجدبش عليك يعني إنه كارتيرون كنت أفهم منه الحركة دي قبل كاسفة من الأفريقين ودخل حده بس فريلا اللي معروف عنه إن راجل شخصية كوية وشخصية بياخد كاراته من دماغه غريبة مش غريبة شويتين؟ هي غريبة دو غريبة وبعدين أنا كريم عايز وكر حاجة أنا في الحتة بتاع الحرس المرأة أنا بحب السبات طيوة أنا بحب اشتغل كتير يعني خلي بالك النهاردة عواد قبل الأمم الأفريقية هو اللي كان شغاله وبيلعب صح أبو جبل لولا تقلقه مع المنتخب يعني لو ما كانش لعب خالص كان عواد هو اللي كان هيلعب فالراجل داد نهاردة تقلق مع المنتخب فرجع لعب على عواد ما عملش مستوى كبير بزبط طب بالوقتي راح المنتخب تاني والراجل التاني مفنش عواد طيب يفرد عواد لعب أبو جبل لعب ماتش منتخب طبيعي أنت طالما واحد في منتخب ولعب لازم يرجع بيلعب في النادي فما يدركش فتخسر الاثنين وحتخسر الاثنين بالضبط كده فأنا شايف أنا بحب السبات في المركز ده وأنا شايف طالما ملعبت بواحد وشغال أنا مليش دعب من منتخب ومليش دعب بتاع أنا ببص المصلحتي وأنا عايز إيه وفي نفس الوقت مش عايز أخسر الراجل الحارس اللي معي فأنا شايف اللي كان لازم الراجل يكمل باللي نهابي يكمل في حال النهاردة لو ما كانش في اختيارات منتخب وما كانش في تجمع منتخب كنت هتلعب أبو جبل ولا كنت هتلعب عواد فالطبيعي كان كده وفي الأول والآخر برضو انت القايمة جات لك قبل أربعة عشرين ساعة فالراجل انا راح المنتخب لكن هو بقى أنا بفوجة نظري حسابها اللي أنا عايز أودين منتخب نفسيته كويسة ولعب مطش وبتاع بس في الأول والآخر انت ممكن تكسب واحد وتخسر واحد وممكن تخسر واحد وتكسب واحد بس؟ وتبقى عندك مشكلة تبقى عندك مشكلة يعني أنا جاي في الابداية كويسة لي بعد فترة طويلة جدا قدى بشكل جيد لكن أنا نصيحة العبدالله اللي في وزن زيادة لازم ينزل بالوزن ده اللي أنت كل ما وزنك يبقى أقل كل ما حرقتك هتبقى أسرع مرونة ورشاقة كل حاجة لكن بقى لنا فترة كبيرة جدا ما شفتناش عبدالله بالنسخة بتاع الجورسة 2019 لكن أنا شايف النهاردة كابداية لي لأ بداية كويسة وبدأ يعني ينتق من شارك كمان تحسن؟ تحسن طبعا لحد ما لكن مش هو برضو أنا شايف مش هو بن شارك اللي متعودين عليه لكن زي ما قلت لك في الأول والآخر أو أنا لعيب في مكانه ولعيب محترف لازم أقدي لآخر نفس أو لآخر وقت معنى الزمالك بشكل جاي أنت عملت مع أشرف بن شارك كمان تفتكر ممكن يعمل كامباك كده مش متوقع ويكمل مع الزمالك؟ بص تعاملاتي مع اللعبة دي ما كانتش يعني أنا مدربة كريم عمري ما دخل نفسي أو أقرى هو مثلا هيجدد مش هيجددد يعني عارف أنت بتبقى فاهم الشخصية ممكن يبقى مرتبط بالنادي ولا لا ممكن يكون من اللعبة اللي هي محترفة قوي فيقول لك لا ميش دعو بالأمور دي كلها يفين حاجات نفسية أنت أكيد كلعب كبير وخبرات هتفهم أنه ممكن يعمل كامباك لا أنا وجهة نظري اللي مش هو بس معظم شمال أفريقيا أو محترفين شمال أفريقيا بالنسبة لهم الموضوع الانتماء الموضوع الانتماء ده بيبقى أولاد شوية يعني برضو بيبصوا الأفرات وجاي لأكتر إيه وهو في الأول آخر بيسهل لنا مدتي قد إيه في الملعب فعايز أعمل أكتر استفادة وأكتر بس أنا كنصيحتي ليها كريم مش عشانها زملكية وأوتها نادي الزمالك هو اللي بدأ منتخب المغرب ونادي الزمالك يمكن أشرف من شرق إليها في الهلال السعودي ستة مواسم أو موسم يعني مش مش أحسن حاجة جينادي الزمالك أدى بشكل جاية فترة معينة ورح منتخب المغرب فأنا شايف والناس كمان في الظروف الطبيعية جمهور الزمالك بيحبوا أنا نصيحتي ليه اللي لازم يكمل في الزمالك عشان برضو دايما قلت لك يا ملعبها جت وكانت سايبة بصمة وما مشت من الزمالك ما لقيتش نفسها وندموا بعد كده اللي هم مشوا من الزمالك أنا فوق النظر مش كل حاجة يعني ممكن يبقى فيه تنزلات إلى حد ما يعني لو الفروق يا كريم مش كبيرة لأ أنا شايف اللي أنا عقعد في مكان يقول لك من خرج من داره وقلم أداره يا لأ كمّل في المكان اللي انت خلاص انت النهاردة عارف سيستم النادي إيه عارف سيستم زمايلك إيه عارف خلاص يعني قاعد مع الناس ذي أغلب الوقت هتروح حتة تانية أو دورة تانية في دوريات ما احترمي فيها ملايين بس في الأول والآخر ما فيش حد بتفرج عليك طيب ده رأي ورأي يحترم جد لو سألتك بقى عن توقعتك أشرف من شرق السنة الجاية في الزمالك في الآهلي في نادي خارج مصر أنا يعني ما معرص ولا توقع لا لا ده ما أسمع احنا ما في الناس يقول لك مفيش معلومة واضحة لكل الكلام ده ممكن أقول لك يعني تفكيره ممكن هيبقى خارج مصر يعني خليبك أنا شايف اللي هو لو عرض مادي كبير من بره أكيد هيبقى بيفكر في بره لكن ما تستطيع يعني ما تجيش تتفاجئ اللي ممكن يبقى في الأهل فيهم يعني هي في الأول وآخر عرض وطلب لكن تفكير أنا كتفكيري هو بيفكر فيه أكيد بيفكر في أحد الدول الخليجية اللي هو مثلا برضو بيبقى فيها العائل المادي أكثر عظيم جدا